الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيت النبه لهذا الفضيحة لرهي واقعة في المجتمع بعض التجار سمعوني مليح بعض التجار راحوا يستوردوا الآن ويجيبوا بوبيات دميات شغل المرأة كي ما مرأة وخاد منها يعني كل ما يوجد في المرأة يوجد في هذه الدمية الطول التحى طول التعمراء العرض انتحها السمانة انتحها كأنها مرأة حقيقية برك لا روح فيها لا روح فيها ولو بعض الشبان يشري دمية ويتزوجها يعني يعملها ويعشرها معاشرة الزوجة وبعض الناس يقول لهم بالذي لا شيء فيها مدام دمية يعني ما يشمرها حقيقية فهذا ليس من الزنا وما فيها والو حسبنا الله ونعم الوكيل الشركة الصينية لراهي أي توزع هذه الدميات على الشباب الجزائري على الدولة الجزائرية أن تتدخل وتحضر هذه الدمية وتوقف هذا الشركة عند حدها وهؤلاء المستوردون عند حدودهم والتجار يجيبوا فيها وبدأوا يديروا إعلانات في الأنترنت ولا الشباب يطلب يدخل شركة يطلب وحدة بيضاء البشرة ولا سمراء البشرة مئة وسبعين سنتيمات سبعين كيلو وخمسين كيلو ويجيبوا له في علبة ويقضي معها الليل وراكف الحرام هذا من الزنا ولو مع دمية لأنه من الاستمناء المحرم اسمع إلى قول الله جل جلاله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الذين تعدوا على شريعة الله الله جل جلاله يعلم الأشياء قبل وجودها ومن علمه أنه يعلم جينهار يوله يتزوجوا بالدميات يزني مع دمية وقالوا له ما في أوله لأنها دمية مايش حقيقية ما فيها الله الرجم ولا الجل ولكن فيها لعنة الله وقال فمن ابتغى وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين يتعدون على شريعة الله كيف 18 مليون طفلة بلا أزواج في تزاير ما صبت أنت مرأة صبت غير بوبية ترح تزوج بها حسبونا الله ونعم الوكيل ولما نقولكم واسمحوني نقولها لكم الله يغفرنا ويتوب علينا أرجال مزوجين عنده زوجة ويروح يشري دمية ويقول لك أنا أمرتي أن أنا كنت أحب مرأة كما هذه الدمية بصلاح أمرتي ما تشبه لهاش يروح يشري دمية وداروا لهم كل وشكين في المرأة حتى البكارة داروها في هذه الدميات وكل شيء إصطناعي حسبونا الله ونعم الوكيل وينرنا رايحين يا عباد الله تحوس على الدوات على تنصر تصيب ناقص تع السكر تصيب ناقص تع الزهايمر تصيب ناقص وليحب يزني ولو يجيبوا له حتى دمية دمية توصلوا حتى للدار حسبونا الله ونعم الوكيل 18 مليون طفل أبل أزواج وتسع ملايين عانس قاعدين في الديور قاعدين يبوروا وهو يروح يتزوج بدمية حسبونا الله ونعم الوكيل هذا حرامك وسمعتهم باش ما يلعب لكمش بليس وهذا الشيطان هذا اللي قالكم ما فيها والو لأنها دمية إجوز تقضي معها الليل هذا حرام أني قتلك أنت ملعون عند الله إن العينان تزنيان وزناهم النظر وإن اللسان يزني وزناه الكلام والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا وزير التجارة اتحرك اتحرك كي تولي الدمية تخزو الشباب وتخزو البيوت كل واحد داي دمية لدار ولا دايزوج ولا داي ثلاثة واني شت وحد الحصة داروها في النهار يشري دمية ويقعدها قدامه ويمشط لها ويغضر معاها ويغسلها رجليها ويوكلها وهذا هبال راكوها الشعب هبل الشعباب هبلتوه حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل هذه الرسالة واردت الينا من مصلحة الارشاد والشعائر والاوقاف من سيج من سيج بولاية معسكر مديرية شؤون دينية والاوقاف لولاية معسكر قبل ما نقرر رسالة نقول لمديرية شؤون دينية معسكر نقول لهم بارك الله فيكم وربي جزيكم وركو تصرفت التصرف الحضاري أنا لما جاتني رسالة من سكان سيج من سكان سيج أنا قرأتها كما جاءت ما قدرت لأن الحصة من قلش نسكتان على مشكلة وقعة في بيت الله وكان الفكرة أن يجيني تكذيب وهذا هو المعقول جاني تكذيب وهذه الرسالة وبرك الله فيكم وركو تصرفت التصرف المعقول يعني كانوا ناس يتصرفوا بيقول يا شيخ أما حيني شرعوك أما حيني وخفك في المحكمة أما حيني ما دي خلاص كلا ما دي المحكمة وكاين قاضية هدرنا عليها عندهم حق الرد هاي لك رسالة أقرأها يقول الموضوع ما جاء في الحصة التلفزيونية أنصحوني لقناة النهار في إطار حق الرد الذي تمتلكه أي جهة كانت محل رسائل واتصريحات سواء كان منبر صدورها الصحافة المكتوبة أو المرئية وتذكيرا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالتين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يشرفني أن أعلمكم أن المعلومات التي ذكرتموها من خلال تعليقكم على الرسالة الواردة من مواطنين يقتنون ببلدية سيك تعرضوا من خلالها إلى توقيف المسمم جاهر نور الدين عن مهامه كقيم بمسجد عبد الله بن العباس الكائن بحي المحطة بلدية سيك مركز كونه كان في نزاع مع السيدة رقادة عبد الرحمن أنا في الوارقة اللي قريتها مذكرة الأسماء أستاذ التعليم القرآني بالمسجد المذكور وكذا الأفعال المنسوبة إليه والتي علقتم عليها بإسهام أنا كنت أعلق على السؤال الذي وصل إلي أنا أعلق على السؤال أنا من أعرش هذا الرجل لو كان تصيبوا فطريك من أعرفوه ولكن لما يجيني السؤال أعلق على السؤال وكأنها عين الحقيقة هي معلومات مغرضة تهدف إلى المساس بهذا القطاع من خلال ذكر هذه الأحداث المفبركة ففيما يتعلق بكون المسمم جاهر وردين قيما بالمسجد المذكور وقد أوقف عن مهامه فالحقيقة أن هذا الشخص لا تربطه بالقطاع أي رابطة قانونية صحيح ما تربطوش أي رابطة قانونية ولكن واش خسرتوك يتخله ينقي الجامع وينقي الزرابة ويغسل بيت الخالة ويغسل الميدة وينسح الطريات يعني لازم يكون خدام في القطاع لا يشترط أن يكون ثم يتقول سواء كموظف أو متطوع يحوز رخصة إدارية بممارسة نشاط مسجدي الرسالة طويلة والوقت انتهى غدواء الحصة القادمة ننكمن قرها إن شاء الله حتى أكون أمينا في نقل الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة